أرقام الأهلي ودي نقطة مهمة جدا لأنه المشاركة التامنة على التوالي والوصول للمربع دهبي لمرة الخمسة على التوالي والفوزين المتتاليين اللي حققهم النادي الأهلي خدوا الأهلي في حتة تانية واحد الأهلي في صدارة الفرق الأكتر خوضا للمباريات في كاس العالم الأندية مبارح وصلنا لعشرين مباراة وده رقم ما فيش أي فريق تاني وصل له بينما فيهم أوكلان سيتي صاحب 11 مشاركة الأهلي بيحتل المركز التاني في قايمة أكتر الفرق اللي حققت فوز أكتر الفرق اللي فازت في مباريات كاس العالم الأندية برصيد تمانية احنا كنا متساويين مع البرسا احنا الاتنين كان عندنا سبع مباريات فوز حققناها في مشاركتنا في كاس العالم الأندية ورر احنا الاتنين ورر الريال المتصدر برصيد عشر مباريات فاحنا كده بعد ما فوزنا على سيئات الساوندرز وصلنا الرقم تمانية وانفرضنا بالمركز التاني بيفصلنا برضو عن الريال مباراتين يعني يفوزنا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله عن الريال يوم الأربع اللي جاي أنا مش ممكن أتخيل هو مين تاني ممكن غير الأهلي يعملها يعني اسأل نفسك السؤال ده كأهلاوي كده وانت عندك إحساس شديد جدا بالفخر والسعادة أنك انت بتنتمي للنادي الأهلي هو مين تاني جمهور ممكن يفكر أنه كل ما يشارك في كاس عالم يتأهل للمربع الدهبي مين تاني جمهور بتكلم بجد والله أنا مش ببالغ مين تاني جمهور في الدنيا ممكن يبقى رايح يواجه ريال مدريد وهو عنده جزء من اليقين والقناعة بأنه ممكن يكسب ريال مدريد الأهلي مبارح بفوزه على سيادة ساوندرز بيكون أول فريق عربي وأفريقي بيتأهل لنصف نهاية كاس العالم للأنديا للمرة الثالثة على التوالي مش بيتأهل لبطولة كاس العالم بيتأهل للدور قبل النهاية في كاس العالم للمرة الثالثة على التوالي الأهلي طبعا خرج بشباك نظيفة في مبارات أمس بيتأتبر تالت مباراة على التوالي في كاس العالم للأنديا يخرج بنتيجة يعني شباك نظيفة زي ما بيقوله تلت مبارات على التوالي محمد الشناوي بقى واحد من أساطير كاس العالم لأنه أصبح أكتر حارس بيشارك مع النهاية الأهلي في كاس العالم للأنديا بقى أننا منتكلم على كاس العالم كأننا منتكلم على شامبينز ليج محمد مجد أفشا بيسجل أول هدف في تلك مشاركاته عشان يكون عدد لعبي النادي الأهلي اللي سجلوا في شباك المنافسين في منافسات المونديال 12 لعد والأرقام تتوالي أنا بس طبعا هقف طبعا مع نجمينا النهاردة كابتن رمضان السيدة هشرفنا في السادسة هقف معاه واتكلم معاه على أرقام الأهلي ومكاسب الأهلي في البطولة عندي تفاصيل كتيرة جدا نحكالكم ترجمة نانسي قنقر